السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة هندسة البناء دائما ومع سلسلة مراحل البناء الفيديو السابق كنا تعرفنا على مرحلات الدراسة وشكنا المراحل اللي كتدز منهم هاد مرحلة هاد مرحلة هاد فهذا الفيديو هاد نشوف المرحلة التانية واللي هي مرحلة التنفيذ قبل ما كان ندوزول هاد المرحلة هاد كي خصنا نختارو الشركة اللي غادي تنفدلينا لمشروع هناك كان الفرق ما بين واش مشروع ديال الدولة يعني امخشي بيبليك او الا مشروع خاص بالنسبة المشاريع ديال الدولة فهما خاضعين بقانون صفقة بالمغرب ودك خي غلاتيف ومخشي بيبليك واللي غادي ندير عليه ان شاء الله فيديو خاص للاهمية دياله بالنسبة المشاريع ديال الخواص يعني واحد الانسان بغي يبني منزل دياله او لا عم بخوموتور يموبيلي بغي يبني مشروع فهذا منحقه يختار الشركة اللي بغى واللي هي مناسبة باش ينفد المشروع دياله انفوال انتروبخيزي ديزيني يعني ادنا الانتروبريزة في حددناها لا يوجد مشروع دولة او مشروع خاص هنا عاد هاد شركة لازم عليها وإلا واتبع مجموعة من المراحل باش نفد المشروع دون اللي غاقل دولار وهذا المراحل وما اللي غادي نشوفو في هاد الفيديو هادو مرحلة التنفيذ واللي هي لفاس داكزيكوشيون كادوز عبر عدة مراحل واللي غادي نفصلهم ان شاء الله فيما يلي وبالصور بحطريقة مبسطة لتوصل العموم غادي نذكر لكم المراحل الفرنسية والتفصل ان شاء الله غايكون بالعربية مع الصور ومع الشرح مبسط اول مرحلة اللي هي لفزيت دو سيت تاني مرحلة اللي هي لانستالاتيون دو شانتي تاليس مرحلة اللي هي لامplantation دي باتيمن رابع مرحلة اللي هما لترسمان خامس مرحلة كان غادو لفانداشن سادس مرحلة لélévation وآخيرا كان دوزول لفينيشن وبيانسور مرحلة نيهاية كادكون لاليفرازن دو باتيمن للمتر دووراج يلا اجو معيان نشوف هاد المرحل ونفهموها بالصور تبعوا معيان نحاولو نشوفو جميع هاد المرحل في واحد المشروع اللي كنت اشرفت على التنفيذ ديالو من اول مرحلة الاخر مرحلة ان شاء الله وكلمرحلة اللولة واللي هي لفزيت دو سيت هذي شنو هي كنمشيو كنشوفو هادك الارض اللي غادي نبنو عليها المشروع كاتن كيمشي بين السيوغنالو بيغو ديتو نكتب الدراسات وكيمشي لابوراتوار جيو تكنيك مكتب ديال تحاليل تربا وكيمشي لغو بخزنتان ديال انتروبريز باش كيشوفو هادك الارض الابجكتف من هاد المرحلة هالي ينتعرفو على اللي غادي نبنو عليه لا سيوبرفيسي ديالو المساحة ديالو لا سيطوياسون ديالو في نجاب الضبط لا توبوغافي ديالو واش طيغة مواطي او لا اكسيدنطي يعني فيه اكسيدنطي يعني كينا واحد لا ديني بليت ما واحد الارض ما مواطي اح وان بلس هنا هنا يقين واحد اي كنتخانت اللي اجيو نشوفوهم هادل يديو هدو سيطرند خسمو تخاؤب عيني اكتبارف لخمواطي لأي منبن نوسيمي لإيضافو لا تقوم بشيط دابان دوزو لمرحلة الموالية لمرحلة التانية وي يو مرحلة لانستالاتيه اون خوال انتروبريز قيتيج مطرر فى دمارى لترابعو كي خصادساب لانستالاتيه ديالو ولي كان يهواليو به هادلو مرحلة التانية يا مرحلة التانية وي يهوان لا يقدشوفو في السورا لابن لكم هو qui ن deposCE ل بشرح للعجم áre extension を inspired an the installation section during the chantier the lift the context the position the 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 area the the clutch the revolution on the المدى والموالي والموالي لابد للجميع وبعد للجميع ومساعد ال landed والموالي والبتالي على المواقع هذا كله لا يزال بالنسبة للتفاد وسوى الأمر المرحلة الموالية. انا نبدأ المرحلة الثالثة ولية الامplantation. هاد المرحلة هادي كي ديرها لجيومتر طوبوغراف. او لاش هاد المرحلة شنا هي هادي يلي كتحدد لنا لبارن ديال لتران حدود ديال الارض. وليليميت ديال لترسمان باش كن بدو المرحلة تلحفر. باش كي صوب الاجيومتر طوبغراف هاد المرحلة يكون عندو انطباب solution حدوج وليلي كي بيينا أسميتو لالسيط الشنا هو هاد المرحلة تلاحفة لترسمان باشد البرافة لترسة. غريبا مرحلة تعلق رقم كي احتاجو لجيومتر. كي احتاج aussi لبل مس. لبل مس. هذا هو الكي لوكالزي لنا لبار الترسة للسيطة للمتزول. يعني كي بييينا لحدود جناب دل باتيما شنو كينتماية لفوازان ديال جيران شنو كينفلمية وميتوانية اتساتر. كما تلاحضو هذا اللي بلان ديال المشروع اللي احنا كنشوفونيت في السوار و بيانسور كيكون عندو اللي بلان ديال فونداشن باش نقدار يترسي لزاكس ديال الساس اللي غادي بدون نحفروه پر لسويت. دادا قد ندوزو المرحلة الموالية اللي هي الاترازمان. دابا وصلنا المرحلة قاس دماغاج دي تخافو. قبل ما نحضروا على الاترازمان فهد المرحلة هااليك تقسم ما بين جوج ديال الفاميه ديال التخاف. اول حاجة سكنو كون speak و تاني حاجة لسكند افر. شنو الفرق ما بين هاد جوج ديال حاجات. لغرוצ افر هو استروكتور ديال البتمن. يعني الهيكل ديال العمارات ديالي. اللي متكون من الساس لفونداشن, من لبوتو، وصواري للعمارات لدال، المور, etc. دونك ها دو كاملين داخلين في الغرزة. بل أميا كهو لكتلاتها كلا. دونك ها دي يالي غرزة. لسهجان دوه فيهم دو كاتيجوري. كن عدنا السهجان دوه دل فنسيان اللي ها داخل فيهم سبارار لروفتمر خامزليج داخل فيها لفو plafond. غا ها دك لتخفو دل فنسيان. اللي كان عفوهم كاملين. وكن سهجان دوه تكنيك اللي هو.. اللي كان حدوم ولا تسهجن دل فنسيان. دونك الإقرس مشداه لا واهо اللي ب lugن وريض اللي بني ويري. هاد VAN RE achieved مرحلة الأولى هي الدكابج. الدكابج هو كنحيدو ديك الكوش الفوق نياد للأرض تقريبا 21 سنتيم تال 40 باش كنحيدو داك القازون الشجيرة الصغار اللي كانين اتاتغا و كندوزو لفوي إلا كان عدنا سو الصال فغنديرو فوي ان بلان ماس يعني حفرة كبيرة على لازان اللي فيها السو الصال إلا ما كانش سو الصال فكنديرو نيشان اللي فوي ان غيقالي ان تخونشي حفرات مركزين الى البلاسة اللي غيددارو فيهم لسومال ديونا لسومال هم الساس اللي غيوقف إليه العمارات ديونا بيانشور. دونك هادو هم لاتغاسمو وليتيب ديال اللي فوي اللي كان ديرو فيه. دا بغان دوزو نشوفو لفونداشن و التصورات دياله. دا بغان بدو بوضع الاساسات اللي هم لفونداشن و كيف ما كان عارفو كلنا بان اي خلال في هاد الاساسات غي تسبب في خلال في الوفراج كامل. دالك خسنا نلتزمو باللغابور جيو تيكنيك اللي دارو لنا للابوراتوار يعني لاتود ديالسول دراسات التربة اللي دار لنا مكتب التحليلات ديال التربة وللتزمو بها بدقة. ثم كاتعطينا لبونسول لبونسول فين كاين فين جا. يعني خسنا نحفرو حتى نوصلو ليه. وكاتعطينا واشكينا اينا بفخياتيك. شي فورشة مائية ثم. خسنا نردو لبال هاد النقاط اللي هي اساسية. اللي هي اللي كاتشكل خلال في الوفراج من بعد الى ما نتبهناش لها. اينفو كنحطو لزرماتوار كيما كاتشوفو في الصورة. كندوزول لكلاش ديال بيتان. توتون ريسبكتون بيانسور لزنروباج اللي كاتعرفو ايشنا هو. داك المسافة اللي كنخليو ما بين الحديد والكوفراج. وكنروم بلايه باش نوصلو لنيفو ديال الدالاج باش نبدو لنيفو الخرين ديالنا كاملين. ونطلعو اللي ف gitما تلاحضو في الصورة لوفراج بشتسنال ثموو كنخليو لازاتنة لالحديد ديالي خارج اللي كيبال they من練ق في الصور فاكي تسمع ملاجعة لازاتنة باش نزال ن awان صرت Haven مسافة اللي البنية الي品 يشغن بحضو ايش standards الجد囉 ونا قولوا بيانسور اللي ل�ملاع صوريات ly boatر ومجم بشتسن الله وحتي لإذ Alleg Victim والhow و listings خامل الإنت البيط Lab يعني تكون فيهم بيطان مع الحديد وكننبقوا غادين نيفو بنيفو حتى تنسلوا جميع اللي نيفو اللي عندنا في المشروع. وبهذا كنكونو سلنا لغروزة وغانبداو في المرحلة التانية اللي هي لفينيسيون. لسيقون دهوة كي مهدرنا سابقا فهو مكين قسموا لدو كاتيجوري. لسيقون دهوة لفينيسيون اللي غادين خليكم على الصور تشوفوهم اللي دخلا فيهم كم لابتنين خليكم على الصور ونطلقوا في الاخرى دل بيطانيو. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة